با دال جين با دال أضلاعها يعني المقصود فيها الشعاع الشعاع الأول والشعاع التاني عندي جين با هذا عبارة عن الشعاع الأول أو الضلع الأول وعندي كمان إلها الضلع لأنه إحنا حكينا الزاوية بتتكون من شعاعين لهم نقطة البداية نفسها حكينا إحنا با هي نقطة البداية لكل الرسمة هاي الأضلاع يعني الشعاع الأول عندي جين با وعندي كمان الضلع التاني او الشعاع التاني اللي هو با دال سمي الزاوية المستقيمة الزاوية المستقيمة بهذا الشكل عندي فقط زاوية المستقيمة واحد اللي هي بتكون عندي على شكل المصدر يعني بخط مستقيم اللي هي خط مستقيم واحد اللي هو الالف با ها الثالث بحكي لي سمي الزوايا القائمة الزاوية القائمة يعني قياسها التقديري والحقيقي دائما بساوي 90 عندي ألف باجيم هي عبارة عن زاوية قائمة وكمان حاطط لي مربع صغير يعني بدل أنه هون هي زاوية قائمة وعندي كمان جيم باها هي عبارة عن أيضا زاوية قائمة وعندي دال با وو دال با وو لو حكيت لك الزاوية دال با وو مين الأضلاع اللي إلها اللي هي عبارة عن دال با وعندي با وو هي الضلع الثاني الضلع الأول دال با والضلع الثاني با وو الرأس هو عبارة عن الزاوية با الفرع الرابع سمي الزاوية المنفرجة جميعها الزاوية المنفرجة هي عبارة عن أني بيكون قياسها أكبر من 90 وأقل من 180 يعني بدي أخذ الزاوية المنفرجة يعني الشعاع الأول بيكون من نقطة البداية والشعاع الثاني من نقطة البداية لكن مائل على جهة اليسار عندي أول زاوية منفرجة اللي هو ألف با دال هاي الشعاع الأول أو الضلع الأول اللي هو ألف با والضلع الثاني اللي هو با دال وبا دال رايح على جهة اليسار عندي كمان الزاوية ألف با وو هاي عبارة عن زاوية منفرجة وعندي الزاوية جيم با واو أيضا هني زاوية منفرجة هلا الفرع الأخير معطيني جدول وطالب مني أني أكمل الفراغات أنا معطي من خلال ما حلينا الأفرع اللي قبل حكيت لك مين الرأس ومين الأضلع اللي إلها حكينا الرأس المشترك لإلهم واللي هو الحرف با يعني الزاوية با وعندي كمان الأضلع سميت لك كل زاوية مع أضلعها تقدير قياسها هلا عندي الزاوية هابا واو الزاوية هابا واو نوعها حادة تقريبا قياسها عشرين هون القياس الحقيقي باستخدام المنقلة بتثبت رأس المنقلة على رأس الزاوية با وبتقيس الشعاع الثاني اللي هو أنت اللي بدك تطلع قياسها من الاستخدام الحقيقي اللي هو من خلال المنقلة الزاوية الثانية الزاوية واو بادال هي عبارة عن زاوية قائمة يعني التقديري والحقيقي بساوية تسعين الزاوية هابادال هي عبارة عن زاوية حادة قياسها تقريبا خمس وخمسين ستين عندي الزاوية جيم بادال تقريبا هي عشرين لأن عشرين خمس وعشرين اللي هي عبارة عن زاوية حادة الزاوية جيم با واو هي عبارة عن زاوية منفرجة يعني هون تقريبا قياسها مية مية وخمسة مية وعشرة بهاي الحدود والثلاثة بيكونوا صحيحات التأكيد للإجابة بيكون من خلال استخدام المنقلة هاي هيك عندي الجدول اللي هو الفرع الأخير السؤال الرابع عفوا السؤال الخامس عندي هون مهم بشكيلي بالسؤال عندي زاوية منفرجة المنازل جميعها في قياسها أرقام فردية مختلفة مجموع أرقام قياسها بساوي 13 الأرقام في منازل قياسها عوامل العدد 9 شو هو القياس هلا أول معلومة هون لما بدي أجأ أحل بهذا السؤال أول شغل بروح بعملها بدي أشوف شو معطيني معطيات بالسؤال حتى إني ألتزم فيه أعرف شو القياس لمعطيني زاوية منفرجة بما أنه حكالي زاوية منفرجة يعني راح تكون الأرقام من 91 ل 179 هاي الأرقام كلياتها واحد منهم راح يكون إجابة هذا السؤال لأنه حكالي زاوية منفرجة هاي أول إشي ثاني شغلة بحكيلي المنازل كلياتها أرقام فردية مختلفة الأرقام الفردية يعني عندي واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة بدها تكون أرقام فردية ومختلفة يعني ممنوع يكون واحد من هدول الأرقام يكون شو زوجية يعني أول شغلة بدها تكون منفرجة ثاني إشي المنازل كلياتها بدها تكون عندي إيش فردية مجموع هاي الأرقام لازم يساوي 13 لكن أعطاني شرط إنه المنازل هاي تكون من عوامل العدد 9 يعني مجموعهم لما أجي أجمع هاي الأرقام يطلع معي 13 والثلاث عوامل تكون من عوامل العدد 9 شو يعني عوامل العدد 9 يعني بيقبل القسمة على 9 هلا أول شغلة لحل هيك سؤال منروح بنحط ثلاث مربعات لأنه حكالي زاوي منفرجة يعني يا أمادهم يكونوا مربعين على الأقل أو ثلاثة أكتر إشي راح أبلش بحط الأرقام بحطهم من اليسار لليمين بحط الأرقام من اليسار لليمين منبلش بأول رقم فردي عندي واحد الواحد هل هو من عوامل العدد 9 قال واحد بيقبل الواحد عندي بيقبل القسمة على أي شي يعني 9 على واحد 9 إذن الواحد هي أول رقم فردي إذن منحطه هون بيعتمد على التجربة بدي أجرب هي حطيت أول رقم تاني رقم بدي أخذ الرقم الفردي التاني التنين مش فردي التنين زوجي إذن بأخذ الرقم 3 هل التلات هو فردي؟ صحيح التلات فردي وأيضا من عوامل العدد 9 يعني بيقبل القسمة على 9 التلات بتقبل القسمة على 9 اللي هي 9 تقسيم 3 3 إذن عندي تاني رقم فردي اللي هو 3 هاي صار عندي 1 و 3 هدول أرقام فردية وعندي تقبل قسمة على 9 هلأ بدي أروح أشوف الرقم اللي بعده لسه هون مجموحة ما ساوى 13 1 زائد 3 بساوي 4 لسه الأربعة ما بتساوي 13 إذن بدي أروح أيضا أحب المربع الثالث أشوف الرقم الفردي الثالث عندي الرقم الفردي عندي أربعة زوجي الخمسة فردي بدي أروح أشوف هل الخمسة من عوامل العدد 9 الخمسة مش من عوامل العدد 9 لأنه الخمسة ما بتقبل القسمة على 9 عندي بروح بشوف السبعة السبعة هل هي من عوامل العدد 9 لا السبعة مو من عوامل العدد 9 يعني السبعة ما بتقبل القسمة على 9 عندي التمانية التمانية عدد زوجي ناخد التسعة التسعة هو عبارة عن عدد فردي بيقبل القسم على تسعة أو بيقبل تسعة على تسعة ويساوي واحد إذن الرقم التالت اللي هو طلع معي تسعة هل بدأروح أشوف هل مجموع المنازل بيساوي تلتاش يعني بروح بحكي واحد زائد ثلاث أربعة أربعة زائد تسعة ويساوي تلتاش إذن عندي الزاوي طلعه مية وتسعة وتلتين درجة نعطيكم العافية